شارك معالي أشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزرية التكملي للدورة 137 التحضيرية للدورة 36 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وخلال الاجتماع السكمل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية دراسة القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزرية المختصة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله المتعلقة بتعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك إلى جانب بحث آخر التطورات والمسجدات التي تشهدها الساحة الأقليمية والدولية ومدى تأثيرها على المنطقة كما تباحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية مشروع البيان الختامي المرفوع لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذي سيصدر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري بالرياضة